أهلا بكم جديد أدى أكثر من 40 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وبحاته في جمعة كسر المنعة احتجاجا على قرارة الشرطة الإسرائيلية بعد أكثر من 135 من حراس المسجد الأقصى ورموز دينية وسياسية عنه وحذر الشيخ إسماعيل نوهضة خطيب المسجد الأقصى من هجمة شارسة تتعرض لها مدينة القدس المحتلة ومقدساتها مطالبا بسرعة العمل على إنقاذها وقال نوهضة في خطبة الجمعة اليوم تتعرض مدينة القدس لهجمة شارسة والاعتداءات متواصلة تسادف سكانها ومقدساتها ومؤسساتها وشجرها وحجرها وهي تستصرخ مستغيثة مضيفا أن هذه الاعتداءات تملي على المسلمين جميعا أن يسرعوا في العمل على إنقاذها لتنعم بالهدوء والسلام إن مصير النف يتعدى ويتجاوز حدود أهلها ومعبئها لأنه صورة لمصير العالم كله وما يحدث فيها هذه الأيام يجب أن لا يترك العالم غير مباني لأنه يعرف أن مصيره ينقرر في رحافها المقدسة حيث يسعى المقتلون بكل الوسائل والطرق لتفريبها من أهلها والطبيب عليهم بأشد أنواع الإجراءات القمعية والتعسفية حتى لا يستطيع أحد المصوم إليها إلا بشكل أنفس إن مدينة القدس تتعرض هذه الأيام لهجمة شرسة من قبل الاهتدال وأعوانه كما أنها تتعرض لمخاطر التهويل وطمس معالمها وإخفاء هميجتها الحقيقية ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من رمالة الشيخ إسماعيل نوهضة خطيب المسجد الأقصى المبارك أهلا بك معنا شيخ إسماعيل اليوم أطلقت صيحة أهلا بكم وحياكم الله أهلا وسهلا أطلقت صيحة تحذير لما تتعرض له مدينة القدس من هجمة شرسة ما الذي تقصده بهذه الهجمة الشرسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة كما هو معلوم لدى القاصي والداني أن مدينة القدس مستهدفة ليس من الآن وإنما منذ عام سبعة وستين ولكن في هذه الآونة الأخيرة ازدادت هذه الهجمة وازداد هذا الاستهداف للمدينة المقدسة من أجل تغيير معالمها العربية والإسلامية نحن نعتبر القدس خطا أحمر لوجود المسجد الأقصى فيها وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال ونحن نلاحظ أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ في الآونة الأخيرة بالتضييق على المدينة المقدسة بشكل عام وعلى المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص حيث زادت الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك ونحن نعرف أن المسجد الأقصى المبارك هو جزء من عقيدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولذلك أي عمل من شأنه أن يثير مشاعر المسلمين يكون سببا في إثارة القلاقل وعدم الاستقرار في المسجد الأقصى المبارك نحن نريد للمدينة المقدسة كما ذكرت في خطبة اليوم أن تكون مدينة أمن وسلام يأتيها الموحدون من كل فج عميق لا نريد أن تكون مدينة الكدس مصدرا للصراع الديني نريد أن يكون فيها التعايش والتسامح أن يعيش فيها الجميع بأمن وسلام أن يأتي المسلمون وهم أصحاب الحق الشرعي للصلاة في المسجد الأقصى المبارك نحن نلاحظ أن الكثير من الفلسطينيين يتشوكون ويتحركون من أجل المجيء إلى المسجد الأقصى المبارك حتى الأطفال يتمنون أن يدخلوا المسجد الأقصى المبارك ونحن من جانبنا لا نرى أي مبرر لمنع الناس من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك يعني إنسان يأتي يريد أن يؤدي الصلاة بهدوء وأمان لماذا يمنع هذا الإنسان؟ طبعا نحن لا ننكر أن هناك البعض يدخل المسجد الأقصى المبارك خاصة الذي يبلغ عمره فوق الخامسة والخمسين من الرجال والخامسة والأربعين من النساء لكن هناك أيضا الكثير ما زالوا يحرمون من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لماذا هناك اعتقاد سائد شيخ إسماعيل أن قضية القدس والمسجد الأقصى تحديدا لم تعد على قائمة أولويات العرب والمسلمين حاليا كما كان في السابق لذا سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس ما تفعله الآن بكل حرية حقيقة هذا ما يؤسف له ونتألم من هذا التصرف أن تكون قضية القدس وقضية المسجد الأقصى المبارك ليست على سلم الأولويات نحن نقول بأن القدس والمسجد الأقصى المبارك ليس للفلسطينيين وحدهم وإنما لكل المسلمين كما ذكرت في مشارك الأرض ومغاربها يعني نحن نلاحظ أن السلطة الفلسطينية تهتم بموضوع مدينة القدس وتعتبرها العاصمة الأبدية لها ونرى أيضا أن المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الرعاية والوصاية أيضا تعمل جهدها يعني لا تقصر في موضوع الدفاع عن مدينة القدس وعن المسجد الأقصى المبارك فهي ترعى المسجد الأقصى المبارك وتقوم بتعيين الحراس والأئمة والموظفين وهذا جهد مشكور لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لكن أخي الفاضي يد واحدة كما يقال لا تصفق لا بد أن يكون إلى جانب حكومة المملكة الأردنية الهاشمية من يقف إلى جانبها وأن يساندها وأن يدعمها وأن يقوموا بالضغط على الاحتلال حتى يتراجع عن ممارساته الاستفزازية التي من شأنها أن تثير المشاعر وكما قلت نحن نريد لمدينة القدس أن تكون مدينة أمن وسلام ولا نريد أن تكون مصدرا للصراع الديني هل تخشى على المسجد الأقصى شيخ إسماعيل في ظل ما بات يعرف بصفقة القرن؟ حقيقة حينما نسمع التصريحات التي تصدر من أمريكا ومن المسؤولين الإسرائيليين وبالذات من قبل المتطرفين نعم أصبحنا نخشى على المسجد الأقصى المبارك صلى الإبراهيمي في مسجد خليل الرحمن من التقسيم الزماني والمكاني نعم إذا كنا لا نخشى فإننا نكذب على أنفسنا فالخشية موجودة ولذلك من هنا نقول لا بد للعرب والمسلمين أن يدافعوا عن مسجدهم الذي هو جزء من عقيدتهم وهو رمز لكرامتهم وهل تعتقد أنهم الآن يدافعون بالفعل عن المسجد الأقصى أم ربما كما يقول أصبحت أن بعض الدول العربية والإسلامية كل ما يهموها هو الهرولة نحو التطبيع وإقامة علاقة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية أو مع إسرائيل أخي الفاضل حقيقة أنا دائما أقول ليس من المقبول ولا من المعقول أن يسعد الشعب على حساب شقاء الآخرين فإذا أردنا السعادة والأمن والإطمئنان والسلام لشعب ما فيجب أن ينال هذا النصيب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال وويلات الاحتلال الشعب الفلسطيني هو الذي ما زال يرزخ تحت الاحتلال لذلك نحن نقول لا بد أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقه لا بد أن تتحرر المقدسات الإسلامية ونحن نعرف أن المسجد الأقصى المبارك له مكانة عالية وكبيرة في نفوس المسلمين أينما حلوا وأينما وجدوا وعلى مدار التاريخ الإسلامي وجدنا أن المسلمين كانوا يهتمون بالمسجد الأقصى المبارك ويعتبرونه بمثابة مكة المكرمة والمدينة المنورة من حيث القداسة أين وصلت عمليات التهويد شيخ إسماعيل ومحاولات التغيير الجغرافي والديمغرافي المستمرة في القدس وحول المسجد الأقصى نعم هناك محاولات لتهويد المدينة المقدسة لكن نقول ولله الحمد أن الطابع العربي والإسلامي ما زال موجودا في القدس وسيبقى بالرغم من كل المحاولات لأن عدد سكان المدينة المقدسة كما يعلم الجميع زاد أضعافا مضاعفة ولذلك من هنا نجد أن المقدسيين يحتاجون إلى البناء وإلى أن يكون لهم أيضا أماكن ومؤسسات يعيشون فيها اليوم كانت جمعة كسر المنع مع المحاولات الإسرائيلية المستمرة لمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى كيف تقيم اليوم؟ الحقيقة كانت اليوم جمعة مباركة خلت من جميع المشاكل والحمد لله الجميع صلوا في المسجد الأقصى المبارك وانتهت الصلاة ولم يحدث أي شيء حسب ما شاهدت فكانت الجمعة بعيدة عن المشاكل وهذا يعطينا دليل على أن عدم إثارة المشاعر وعدم الاستفزاز من شأنه أن يساعد على الاستقرار في المدينة المقدسة لأنني كما ذكرت أن كل من يأتي إلى مدينة الكدس الرغبة عنده أن يصلي في المسجد الأقصى المبارك وأن يتعبد لا أنه يريد أن يثير المشاكل والقلاكل يعني مازال المرابطون والمرابطات لهم دور كبير في الحفاظ على المسجد الأقصى والتصدي لأي محاولات من قبل هوات الاحتلال الإسرائيلية كيف يمكن دعم هذه المحاولات شيخ إسماعيل من قبل هؤلاء المرابطين والمرابطات أخي الفاضل حقيقة هو كل من يأتي إلى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك هو مرابط ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء فقالوا يا رسول الله وأينهم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس لذلك نحن نقول جميع المصلين الذين يأتون إلى المسجد الأقصى المبارك هم مرابطون فيه وسينالون بمشيئة الله تعالى شرف هذا الرباط إلى يوم الدين يعني في ظل ما تمر بها القضية الفلسطينية وقضية القدس والمسجد الأقصى تحديدا البعض اعتبرها نقطة تاريخية فارقة ما هي الرسالة التي توجهها لقادة العرب والمسلمين أشكرك على هذا السؤال حقيقة أخي الفاضل ما يؤلمنا وما يجرح شعورنا أن نرى دولنا العربية والإسلامية منقسمة على نفسها مختلفة فيما بينها الحروب تأكل الأخضر قبل اليابس ثرواتها تذهب هباء منثورة الكثير من أبنائها يقتلون ويذبحون مؤسساتها أبنيتها بيوتها الناس يتركون في العراء هذا شيء مؤلم وما كنا نتصور أن يحدث هذا في دولنا العربية والإسلامية يا أخي أقول علامة هذا الاختلاف علامة هذا الاقتتال الله واحد ربنا واحد ورسولنا واحد وديننا واحد وقرآننا واحد فعلى ما نختلف يجب أن نكون يدا واحدة وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال أيضا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الرسالة التي أوجهها أن يستفيقوا من غفلتهم وأن يتركوا خلافاتهم وأن يترفعوا عن هذه الحروب التي لن تأتي على شعوبهم إلا بالويل والدمار شكرا جزيلا لشيخ إسماعيل لنوعدة خطيب المسجد الأقصى كنت معنا مباشرة من رمال شكرا جزيلا لك المساء المستمر مشاهدين وبعض الفاصل قراءة في أهم مجاء بالصحافة العالمية فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر